أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تحسن الميزان ولا أرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مارج البحرين يرتقيان بينهما برسخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجبار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربكما الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شعر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفع لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شهاد من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماوات فكانت وعدة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمان يعرف المجرمون بسماوات فيأخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقار ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أقنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه مع عيناني تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه مع من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش مطاهنها من استبرق فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم من ياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الأحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه مع عينان ندعختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه مع فاكهة ومخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام